نادي الأهلي دايماً دايماً حتى وفق وحش حالاته ده اللقاء اليوم الجمعة ده اه بإذن الله نادي الأهلي طبعاً فيه تذبذب وبرضو بشوف أستاذ إبراهيم أنه على رغم أنه يعني كل بس النتيجة الأخيرة ظالمة برضو ليه؟ من الأهلي الأهلي اللي تضيع كمية فرص ما تقولش نتيجة صفر صفر بس في النهاية كان أول برضو أنت بتكتب حاجات سعادة إبراهيم رعونة اللعيبة أو إخفاق مدير الفن فنت خليك تكتب أرقام قياسية بالسلب أنت النهاردة ده أول مرة النادي الأهلي اللعب فريق أزاري ما سجلش عليه في أرضه في شباب بالأستاذ فريق محترم وكل شيء لكن النادي الأهلي لابد طبيعي أنه تكسب على أرضك يعني دي فيه كما ست فرص في الجون يعني أنا بشوف أنه فيه جزء بيتحمله برضو زي ما أبدو الأضلع أنه الإدارة وفرت صحيح لعيبة طراز أول للنادي الأهلي لكن الراجل منذ ما جئه بيطلب مهاجم محترم عيب جداً مش عالي بس الأهلي والزمالك محلين بيرتستاو أنا بستغرب عندك المرشح ليه أحسن حارس اللي كذبه بونو يعني يعني الكذب الشناوي بونو عندك أحسن هدف وله لي يحتل تلات جوايس من اللي طب تعايز إيه أكتر من كده لا بس بس نادي بتمتل الأهلي يا صدريم والزمالك برضو أنا قصد أقول الأتنين لأنه بنلاقي فرق في الترتيب في الدوري أقل بتروح للمخاطرة دي وبتودي كشفين كويسين بيجيبوا لعيبة ويجي الأهلي والزمالك كلك إيه آه دا ما بقولوله كويس هاتو وإنت فين الناس بتاعتك مكلاء الأهلي والزمالك بإسمهم لابد آه طبعاً إحنا مش شفناش مهاجم ياليك بإسم نادي الأهلي والزمالك الحقيقة يعني يعني غير المصريين مهاجم أجنبي أو أفريقي ياليك بإسم أهلي والزمالك من سنين بيرستاو بيرستاو النادي الأهلي مهياش على قدر النادي الأهلي والحاجات اللي بيخش نفس فيها سنة اللي فاتت النادي الأهلي محق خمس بطولات النادي الأهلي السنة دي مسلم استثناء يا أستاذ إبراهيم بيلعب واحده سبعين ماتش لو ضمت عليهم بقى دوري وكاسو ودوري أفريقي وكل دول واحد سبعين ماتش فأنت محتاج في كل مركز أكتر من لعب فما عندك في كل مركز أكتر من لعب معادل مهاجم أنت أهلاوي مفتري على فتح معادل مهاجم يعني أنت عادت وسط الملعب حيتان مهاجم حالك هربة ده مركزه أستاذ إبراهيم رجل بيتقلق وربنا كرمه رجل التزم ورجع العيب تاني غير اللي كنا عارفينه تماما بس ده مش مركزه فأنت بتسد خانة نهاردة رحت الإدارة تزنقت فقالت طب قالت لكله طب خد رجل صلاح محسن ده هينفعك بيستبعده قبل البطولة معناه مش مقتنع بيه قبل أهم بطولة ندل أهلي بينافس فيها اللي هي بتودي ندل أهلي العالمية ومصر العالمية وممثل أفريقيا في كأس العالم بيستبعد صلاح محسن اللي انت رس جايب ليه؟ عدم قناعة طبعا طبعا وصلاحه كلنا عارفين قدراته لكن لو انت جات لك الفرصة أكتر مرة في السن ده تروحه وتيجي على الأهلي وما استغلتهاش لا تقدش أن انت هتنور في فرقة كبيرة تانية أحمد عبدالقادر ممكن ناس شوفوا قرار غريب لكن برضو واستبعدوا برضو واستبعد واحد احنا كنا نتكلم على الأرقام استبعد واحد من هدفين ندلالي في كأس العالم احنا عندنا الشحات هدفين أحمد عبدالقادر هدفين هدفين في نفس المباراة بتاعة ترامينجو وعندنا ياسر هدفين في الهلال المورا الشهيرة ياسر براهيم دول كلهم جايبين هدفين في كأس العالم منضم القائمة منهم عنده فرصة يضاعف فرصته في الأهداف حسين وياسر اعتقد كمان واحد تلتولي السبعد واحد تلت مين احمد عبدالقادر مراحش واحد تلت من الكريستو مراحش اللاعب التونسي واعتقد كمانه ظلم جدا في معنادي الأهلي لأنه كمان بيشارك مع منتخب سنه واتاخد لقيمة المنتخب الأول ولاي الدولي يعني برضو كل الرحاسنه ماندوش قناعة بيقوي فبالتالي رغم كله لدهولك ده ومدير الفني بتاع المنتخب اللي بياخده ما شفوش اساسا في الملعب ما شفوش مع الأهلي ما شفوش مع الأهلي ومع ذلك كانوا ولما راحوا لعبوا كاس العالم والجن بتاعه كان مترشح طبعا أهلي أجهز على بطولات زي ما حريك تفضلت على الجواز الأفريقية كلها أفضل هدف كهربا أفضل طبعا الأحسن نادي نادي الأهلي برستا ولاعب داخل أفريقيا لكن جايزة أفضل هدف كان اللي بينافس كهربا هدف كريستو زميله في الفريق فلا العين لسه ما اقتنعتش بي كولر في النهاية فيه تقصير طبعا وزي ما حريك قلت المباراة اللي فاتت ساعات فيه كولر بيعمل برامة ممتازة على مستوى الفني بتغزله يعني مش بتغزله بتقضي على نادي الأهلي أو عدو نادي الأهلي دلوقتي رقم واحد هو إضاءة الفرص ففيه ممكن يجي يقول لك حد بيحل المطش نقول لك أستاذ براهيم أنت بتوصل للجون وأنت ما بتخلصش دي مش مشكلة كمدير فني مباراة تانية بداية الموسم ده ناس حسن نادي الأهلي مش عقله الكامل داخل النادي الأهلي مش مركز لأنه فنيا قرارات زي دور أفريقي نادي الأهلي باسمه آه هتقول بطولة ما هياش تمام بس نادي الأهلي محقاش ولا مكسب سينبا الاتنين كانوا تعادل تعادل مع سان داونز وخسارة فبالتالي نادي الأهلي باسمه تعادل طلع مراته سانة اللي فاتت لولا ضربت الجزاء لضيحها الطاهر الطاهر ده مش عاسبه ايوه 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 الهلي كان هيخرك صحيح خذ البطول خذ البطول بس يعني فالبدايات عند الأهلي مش بالضرورة هي يعني خسر بطولتين يا أستاذ إبراهيم في شهر ونص مع مباراة النومات شين مباراة ببطولة صحيح مباراة ببطولة وده اللي خلى معشان احنا مكبرين او موضوع السوبر ده السوبر مصري حتى دلوقتي كمان بالترويج اللي عملناه بشكل ممتاز انه يتلاعب بشكل رباعي في ابو ظبي في نهاية الشهر ده ممتاز لكن سوبر افريقي مهم بطولة قرية ونالي دايما بينافس على حتة دي انه يزود عدد ألقابه القرية في بتالي كانت مباركة في متناول وانا احضرتهم الملعب الحقيقة في الطائف واول مرة شوفت لنالي كده لا لعيبة ولا مدري فني بدنية مجيوش الملعب تقريبا والفريق أصلا يعني البدير الفني بعد المبارسة قالت على الحق بن شيخ قلت له انت قال لي أنا لعبت على الكرة دي ولو ما كانش جالب بيلي لما كنت هكسب هو مدرك يعني وراجل لعب على الفرصة واكتهب رأسك بين